حيجي لك وقت لو زهد ولذلك هذا عهد أنا وأخذه على نفسي ما عرفش أنت شأنك أنا أكبر في السن والسن والقيمة لا لا وأرى أن أنا عشت عمري كلها مؤكرس أمر لمصلحة النادي الآلي والدفاع عن حقوقه تبقى لمورسات وقيم وتقاليد وسياسات الآلي فوق الجميع جميع ابنائه ودون مكابرة إلا بالحقيقة والمستند سأستمر على هذا الوضع ولو بقيت وحيدا ومهما تعرضت كما أتعرض الآن لسهام للأسف شديد بعضها يعني كان هناك يعني يقول لك الله مقيني شر الأصدقاء هذه جملة أنا بقيت مقتنع بها جدا لأن هم مش أصدقاء لكن حواليك ناس ربما بعضهم يستكتر عليك حاجة ربما بعضهم شايف عليك كفاية كده وبعضهم عايز أو مش قاري المشهد لكن هذا لن يشكل ضغط أو ابتزاز ليا يا أستاذ إبراهيم أنا اكتشفت الأسبوع الماضي وأنت واحد من الناس اللي نبهوني اتقال كذا في موقع كذا خلي بالك أتكلفت لو فرم آه آه دكتور وليدي العزة بصديقه ومحامي ضليع متخصص في هذا الأمر فبحث في الأمر حجم الصفحات اللي بإسمي وبعضاحة التليفوناته التواصل غي يعني مؤكد ببيئ إيه وبيشتري إيه على الصفحات دي بصورتك وإسمك حاجة تقترم بالعشرين موقع وبدأنا فعلا إجراءاتنا وسيتم الملحقة ومش حنطر كثير أمر ثاني وثالث وعشر أستاذ إبراهيم قال لكم وأنا أقول لكم ليس لي مواقع رسمية حتى الآن لا صفحات ولا حسابات ولكن إذا كان القانون يلزمني بنعمل صفحة عشان أقفل السكة على الناس هعملها ومش حكتب فيها حاجة عشان محدش أقول لكم عدل قيعي قال أبدا على السوشيال ميلي فلا إن بيلبسوك قضايا خطيرة جدا بيتدفع الناس وبتاجم الناس وبتتعرض بسبب هذا الأمر لمضايقات أنا مش مسؤولة عنها